السلام عليكم عزيزي الطلاب راح نكمل في هذا التسجيل اللي شرحناه سابقا عن الفصل الخامس قوانين نيوتن في الحركة نستذكر بشكل سريع حكينا عن قوانين نيوتن قانون نيوتن الأول اللي هو الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر عليه قوة تغير من اتجاه أو مقدار حالته الحركية بمعنى سرعته قانون نيوتن الثاني كانت الصيغة الرياضية هي القانون نيوتن الأول هي محصة فوق الساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في تسارعه وحكينا عن قانون نيوتن الثالث اللي كان هو لكل فعل الرد فعل مساوله في المقدار معاكس له في الاتجاه وأقضنا بعض التطبيقات على قوانين نيوتن في الحركة في حال عدم وجود احتكاك عدم وجود احتكاك يعني بكون السطح اللي بتحرك عليه الجسم أملس تماما وسطح الجسم كمان بكون أملس فبالتالي ما بنشأ نحتكاك بين السطحين المتلامسين اللي هم سطح الجسم والسطح اللي بتحرك عليه الجسم وحكينا أيضا أنه الفصل الخامس رح يكون فيه جزئين عندنا الجزء الأول اللي هو دراسة قوانين نيوتن في الحركة بدون احتكاك والجزء الثاني رح يكون دراستها بوجود احتكاك بين الأسطح اللي بتتحرك عليها الأجسام نكمل التطبيقات اللي في حال عدم وجود الاحتكاك ده سطح أملس نأخذ التطبيق اللي موضح عندنا بالشكل أنه في عندي سطح مائل بميل عن الأفق عن مستوى الأفقي أو مستوى سطح الأرض بزاوية ثيثة هذا السطح المائل فرضا جيب الجسم أنا ووضعته على هذا السطح وكان السطح اللي موجود عندي أملس تماما أملس تماما بمعنى ما في عندي قوة احتكاك رح تنشأ بين الجسم وبين السطح اللي بتحرك عليه الجسم فكوني وضعت هذا الجسم على سطح مائل بهذا الشكل فهذا الجسم رح ينزلق على السطح المائل انزلاقه على السطح المائل أكيد نتيجة قوة لأنه اللي بعمل على تحريك الأجسام تغيير حالتها الحركية هي القوة هذا الجسم اللي كتلته فرضا أم ما هي القوة اللي بتعمل على تحريكه اللي بتعمل على انزلاقه على السطح المائل لو استطلعنا القوة المؤثرة على هاي الكتلة الجسم كونه موجود داخل نطاق الجاذبية الأرضية وله يكون متأثر بقوة الوزن من خلال الجاذبية الأرضية اللي هي نحو الأسفل تماما اللي هي حاصل ضرب كتلة الجسم في تسارع الجاذبية الأرضية يعني قوة الوزن اللي هي الامجي هي المؤثرة عليه لاحظوا الامجي مش باتجاه ميلان السطح مش موازية للسطح المال فبالتالي مش الامجي هي المسببة لتحريك الجسم على السطح المال طيب شو هي راح تكون القوة اللي مسببة لتحريك الجسم على السطح المائل اللي بتسبب الانزلاق طالما ما في عندي غير الامجي قوة احتكاك ما عندي لو أخذنا محورين متعامدين لأن المحاور المتعامد الـ X والـ Y بنقدر إحنا ندورهم زي ما بدنا لكن بشرط إيش نحفظ على التعامد بين X وبين Y فلو أخذت المحور X أو المحور الأفقي موازي للسطح المائل تماما والمحور العامودي اللي هو محور Y متعامد مع محور X زي ما هو موضح بالرسم يعني هذا المحور فرضاً سميته X وهذا المحور سميته Y بالتالي الزاوية ثيتا اللي بيميل فيها السطح عن الأفق هي نفسها هاي الزاوية ثيتا المحصورة بين الـ MG وبين المحور الصدات السالب بالتالي الوزن MG بتحلل لمركبتين ليش؟ لأنه الـ MG واقعة في مستوى الـ XY بلين فتكونها في مستوى فبكون في إلها مركبتين مركبة على محور الصدات السالب ومركبة على محور الصينات الموجب الكتلة M اللي عندي هون بكون لمركبة الوزن مركبتين لقوت الوزن مركبتين مركبة على السينات الموجب ومركبة على المحور الصدات السالب على السينات الموجب ما هي المركبة بتكون زي ما تعلمنا سابقاً تحليل القوة بتكون هاي المركبة هون MG في ساين ثيتا مش كو ساين ثيتا مش دائماً بكون على محور الصينات كو ساين لا حسب الزاوية محصورة بين مين ومين عندي هون الزاوية محصورة بين MG وبين محور الصدات فبالتالي بصير على محور الصدات كو ساين وعلى محور الصينات ساين إذا كانت الزاوية بين MG وبين محور الصينات بكون العكس يعني بكون على محور الصينات كو ساين ومحور الصدات ساين فبالتالي هاي المركبة العامودية رح تكون m g cos theta اللي هي مؤثر ابتجاه محور الصادات السالب طيب معناته هون نستنتج أنه من القوة اللي عملت على تحريك هاي الكتلة على السطح المال وسببت الانزلاق مش ال m g هي ال m g sin theta هي اللي رح تعمل على تحريك الصندوق وانزلاقه نحو الأسفل شوفين عندي قوة مؤثرة أيضا أي جسم موضوع على أي سطح بيأثر هذا الجسم على هذا السطح بقوة وهون عندي بيأثر هذا الجسم على السطح الموجود عليه بال m g cos theta بالتالي رح يكون في عندي رد فعل من السطح على الجسم باتجاه معاكس يعني رح يكون في عندي هون قوة رد الفعل اللي هي النورمل سميناها في قوة أخرى بالشكل بتأثر لا ما فيه لانه ما فيه عنده احتكاك معناته أنا عندي m g sin theta وعندي m g cos theta اللي نتجه من تحليل m g وعندي m normal اللي هي مؤثرة باتجاه الأعلى اللي هي رد الفعل طيب الآن القوة المحركة m g sin theta شو رح يصير بالصندوق رح يبدأ الحركة من السكون من سرعة مقدارها zero وينزلق نحو الأسفل بالتالي رح تصير سرعته تزداد تدريجيا يعني رح يبدأ من سرعة بتساوي زيرو بعدين نصير مثلا واحد متر لكل سكند بعدين اثنين متر لكل سكند إلى آخرين بالتالي رح يكتسب هذا الجسم تسارع تسارع وين رح يكون اتجاه باتجاه محور الصينات الموجب اللي أنا رسمته مائل فهذا التسارع A او ممكن اسميه A x كونه لدلالة انه ابتجاه محور الصينات الموجب اذا كان مني مطلوب مني انه اعطاني معطيات له هاي المسألة مثلا اعطاني الكتل كم مقدارها حكالي كم مقدارها وعطاني الزاوية theta كم مقدارها اللي بيميل فيها السطح المائل عن المحور الأفقي وطلب مني كم تسارع الجسم كم تسارع الجسم طيب كيف بوجد تسارع الجسم كونه المعطيات معي الكتلة والزاوية زي ما حكينا بالنسبة لقانون يوتن الثاني احنا حكينا لقانون يوتن الثاني اللي كان محصلة القوة بتساوي حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجسم بشكل متجاه هاي حللناها لثلاث محاور فصار عندي summation fx بتساوي m a x نستنتجناها سابقا summation fy بتساوي m a y و summation fz يعني محصلة القوة على المحور الزيني بتساوي الكتلة في مركبة التسارع الزيني طيب لو اخذنا اللي على محور السينات هاي العلاقة وطبقناها على الحال اللي لانها فمنحكي summation fx بتساوي الكتلة في تسارع الجسم على المحور السيني شو عندي قوة مؤثرة على الجسم بالمحور السيني لما يكون الجسم في حالة سكون لما يكون الجسم في حالة سكون بناخذ القوة اللي على المحور الموجبة موجبة والقوة اللي بتكون باتجاه المحور السالب سالبة لكن لما يكون الجسم بحالة حركة للسهولة بناخذ القوة اللي باتجاه الحركة موجبة واللي بعكس اتجاه الحركة سالبة هاي للتسهيل فعندنا هسا الجسم القوة اللي باتجاه محور السينات الموجب اللي هي MG Sin Theta هاي القوة هي باتجاه الحركة فبنوخذها موجبة فشو في عندي باتجاه حركة الجسم عندي MG Sin Theta في غيرها قوة أخرى على محور السينات بغض النظر الموجب أو السالب لا ما في غير MG Sin Theta هاي تساوي كتلة الجسم في تسارعه هسا منشيل الـ X لانه للدلالة على المحور ما في داعي كونه احنا بنحكي عن فقط محور السينات فبشيل الـ X بتصفي MG Sin Theta بتساوي كتلة الجسم في تسارعه بتروح الـ M مع الـ M اختصار بنقسم على M فبيصفي تسارع الجسم اللي رح يكتسبه اللي هو الـ A والي هو نفسه الـ AX إذا بدنا يعني نحكيه بدلالة المحور هو يساوي G في Sin Theta لاحظوا انه التسارع شو طلع بساوي معنا تسارع الجسم اللي رح يكتسبه هذا التسارع رح يكون عبارة عن G اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية مضروف في G بالزاوية Theta بالتالي نستنتج انه التسارع اللي بيكتسبه الجسم لا يعتمد على القتلة شو معنى لا يعتمد على القتلة؟ انه لو كانت قتلة الجسم اللي عندي M هاي تساوي 1 كيلو جرام وطلع تسارع الجسم بالحالة هاي عندي تطلع مثلا 20 متر لكل ثانية تربية لكتلة أخرى M بتساوي 100 كيلو جرام حطيتها على نفس السطح على نفس السطح بنفس الميالان يعني فراح تكون كمان عندي التسارع بساوي 20 متر لكل ثانية تربية فبالتالي التسارع عندي ما بعتمد على مقدار الكتلة يعتمد فقط على ايش؟ على زاوية ميالان السطح لو كان عندي شارع متوقف على هذا الشارع سيارة وشاحنة كبيرة جدا السيارة مثلا كتلتها 1000 كيلو جرام الشاحنة مثلا 10 طنيا 10.000 كيلو جرام وكان هذا الشارع جليد فراح ينزلقوا السيارة والشاحنة ويتسارعوا بنفس التسارع يعني راح تكون الإزاحة اللي بعملوها مع الزمن معدل تغيرها متساوي للسيارة والشاحنة لأنه التسارع لا يعتمد على قتلة الجسم فهل استنتجنا من التطبيق أنه التسارع يساوي G في ساين ثيتا طيب لو انطلب مني مثلا لنفس المسألة أنه كم مقدار القوة العامودية المؤثرة على القتلة أم على الجسم أم كيف بدي أوجدها اللي هي النورمال يعني النورمال كم تساوي كان السؤال أنه النورمال كم تساوي شو بعمل بطبق كونه النورمال على المحور العامودي فبطبق قانون يوتن ثاني على المحور العامودي يعني بحكي F Y بتساوي M في A Y شو القوة المؤثرة على الجسم عاموديا عندي طالب الجسم ساكن عاموديا يعني على محور Y ما بصعد للأعلى ولا بنزل للأسفل فكونه ساكن على المحور العامودي فباخذ القوة اللي على المحور الموجب موجبة ولا على المحور السالب سالبة فشو عندي قوة مؤثرة على المحور الموجب عندي النورمال زاد شو عندي قوة مؤثرة على المحور السالب عندي ناقص M G بوساين ثيتا هاي شو تساوي في قوة أخرى على المحور العامودي ما فيه شو تساوي تساوي كتلة الجسم في تسارعه الصادي طيب الجسم صاديا هل يتسارع يعني الجسم اللي عندي بتحرك على المحور الصادي هل بتحرك باتجاه المحور الصادي الموجب أو المصاد السالب لا ما بتحرك فبالتالي تسارعه الصادي كم بساوي 0 فبصفي كل هذا المقدار بساوي 0 فبالتالي بنقول للأمجيكو ساين ثيتا نحو اليمين فبصير النورمال يساوي أمجيكو ساين ثيتا وهذا بتطفق مع أنه في حالة الجسم الساكن أنه الفعل يساوي رد الفعل يعني عندي أنا الفعل من كان الأمجيكو ساين ثيتا اللي أثر فيها الجسم على السطح الموجود عليه المائل بالتالي السطح يعمل رد فعل على الجسم اللي هو النورمل وكون الجسم بحالة سكون عاموديا فلازم يكون عندي النورمل يساوي الأمجيكو ساين ثيتا نقوم مثال آخر كتطبيق كتطبيق على قوانين نيوتن في حالة عدم وجود احتكاك لو كان عندي مثلا بكرة معلقة بسقف وفيه على البكرة حبل والحبل معلقة فيه كتلتين كتلة هون M1 وعندي كتلة اخرى هون M2 طيب حسب الكتل اللي عندي النظام اللي عندي اذا كانت عندي M1 اكبر من M2 يعني كتلة الجسم الاول اكبر من كتلة الجسم الثاني فشو رح يصير رح يصير حركة حركة بمعنى انه الكتلة M1 رح تتحرك نحو الاسفل تنزل والكتلة M2 رح تتحرك نحو الاعلى ليش؟ لانهم مرتبطين بحبل واحد بين الكتلتين والحبل هذا بتحرك على بكرة المعلقين عليهم فحسب الكتلة اذا M1 اكبر من M2 فرح تتحرك النظام بهذا الاتجاه طيب اذا طلب مني انه كم مقدار التسارع اللي بكتسبه النظام ليش سمي النظام؟ لانه التسارع اللي بتكتسبه الكتلة M1 هو نفس التسارع اللي بتكتسبه الكتلة M2 لانهم مرتبطين بنفس الحبل والحبل لا بتمدد ولا بتقلص فبالتالي اي ازاحة بتعملها M1 وهي نازلة نحو الاسفل خلال فترة زمنية معينة هي نفس الازاحة اللي بتعملها M2 خلال نفس الفترة الزمنية وهي صادة للأعلى فعشان هيك التسارع ايه بسميه تسارع النظام ولو انه مختلف بالاتجاه يعني تسارع M1 نحو الاسفل وتسارع M2 نحو الاعلى بالاتجاه ولكن نفس المقدار فاذا كانت المعطيات الي بالمسألة انه اعطاني قيمة M1 كم مقدارها اعطاني قيمة M2 هاي معطيات حكى للسؤال انه عندك كتلتين M1 مقدار هكذا M2 مقدار هكذا فاوجد تسارع النظام تسارع المجموعة كم مقداره شو بعمل زي ما تعلمنا اول اشي بعمل انا تخطيط للقوة المؤثرة على الاجسام اللي هندي عشان اقدر اوجد انا المجهول اللي بديهم باجع الكتلة M1 شو بيأثر عليها بيأثر عليها الوزن نحو الاسفل M1G بسبب الجاذبية الارضية M1G الكتلة M1 وهي نازلة نحو الاسفل بتأثير M1G لكن مرتبطة بمين بM2 بالحبل فبالتالي في شد نحو الاعلى بيأثر عليها ولو انه هذا الشد اقل من M1G طبعا بسبب انه M1G نازلة نحو الاسفل ولكن الشد موجود بيأثر عليها وين اتجاهه؟ اتجاهه نحو الاعلى الشد اللي داخل الحبل طيب M2 شو بيأثر عليها؟ M2 بيأثر عليها ايضا الوزن للاسفل M2G الجاذبية الارضية وايضا في شد نحو الاعلى بيأثر عليها بالحبل الشد بالحبل هذا الموجود اللي رابط بين الكتلتين M1 و M2 هو نفسه عند اي نقطة على الحبل يعني T التنشن الشد المؤثر على M1 هو نفس التنشن T المؤثر على M2 ولكن في حالة M1 كان M1G اكبر من التنشن عشان هيك نزلت M1 للاسفل في حالة M2 كان التنشن اكبر من M2G فعشان هيك M2 صاعد الى الاعلى ولكن التنشن نفسه شد نفسه داخل الحبل عند اي جزء انا المطلوب مني حكينا التسارع شو بعمل؟ بطبق قوانين نيوتن على هاي المسألة على الكتل M1 و على الكتل M2 كونه الحركة عمودية بالكامل للكتلتين فبطبق على المحور العمودي فبالنسبة ل M1 باخذ الحالة الاولى M1 شو عندي قوة مواثرة عليها؟ عندي M1G و عندي الشد T مين اللي بقي اتجاه الحركة؟ M1G فباخذها هي الموجبة ولو انها نحو المحور السالب ولكن باخذها موجبة كونها باتجاه الحركة وباخذ الشد T هو السالب لانه بعكس اتجاه الحركة يعني لما اجي اطبق FY بتساوي M AY شو عندي قوة مؤثرة على M1 باتجاه الحركة عندي M1G ناقص الشد ليش ناقص الشد لانه بعكس اتجاه الحركة هذا شو يساوي؟ يساوي M1 في A ليش A بدل AY؟ لانه خلاص انا بحكي للكتلتنا على المحور العام ودي فيش داعي اظل استعمل Y فسميتها A طيب هاي المعادلة لمين؟ هاي المعادلة للكتلة M1 انا شو مطلوب مني؟ التسارع حتى اوجد التسارع A هون لازم اكون اعرف كمان الشد لان الشد مجهول بالنسبة الي M1 معروفة معلومة الي ولكن الشد مش معروف طيب هاي معادلة فيها مجهولين بالنسبة الي عشان اقدر احلها بحتاج لمعادلة اخرى فبعد ما المعادلة الاخرى لمين؟ للكتلة M2 بعمل تحليل FY بتساوي M AY شو في عندي قوة مؤثرة على الكتلة M2 عندي باتجاه الحركة كونه M2 صاعد نحو الاعلى عندي الشد وعندي بعكس اتجاه الحركة اللي هي M2G فبحكي ناقص M2G هاي شو تساوي؟ M2 فيه هاي المعادلة الثانية إن صار عندي معادلة اولى وهون معادلة الثانية معادلتين فيهم مجهولين مين المجاهيل اللي هم الشد والتسارق شو اعمل فيهم المعادلتين هذول؟ بجمعهم ليش بجمعهم؟ عشان اخلص من الشد التنشن لما اجمعهم عندي هون سالب T وعندي هون T بروحوا ما بعض اللي حاصل جمعهم بساوي زيرو فبصفي عندي M1G ناقص M2G بتساوي M1 زائد M2 فيه؟ جمعت المعادلتين وراح الشد من عندي فظلت عندي بدلالة المعطيات اللي هي الكتل والتسارع اللي هو المجهول فبالتالي بتطلع التسارع يساوي M1G ناقص M2G على M1 زائد M2 هيك بنوجد تسارع السيستم النظام واللي هو تسارع M1 واللي هو نفسه تسارع M2 هذا المقصود بتسارع النظام طيب طلب مني فرضا بالمسألة أيضا بعد ما اوجدت انا تسارع النظام انه اوجد الشد كيف بوجد الشد؟ مش اوجدت انا التسارع هاد باجي بالتسارع هاد بعوضه اما بالمعادلة الاولى هون في A هون ومنه بوجد T او بعوضه بجوز وين؟ بالمعادلة الثانية بعوضه بالتسارع اللي هون وبالتالي بوجد الشد T فايجاد الشد بكون من خلال تعويض التسارع وبعد ايجاده اما بالمعادلة الاولى او بالمعادلة الثانية ها التطبيق اخر حكينا عنه على قوانين نيوتن في الحركة تطبيق اخر او مثال اخر نقضه على قوانين نيوتن لو كان عندي مثلا سطح مائل زي هيك بالزاوية ثيتا والزاوية هاي معلومة بالنسبة الي كم هي وعندي هون على طرف المسار المال في عندي هون بكرة وعندي كتلة وجودة على السطح المال الاملس مرتبطة بخيط حوالين البكرة هاي وفيه كتلة معلقة هون الكتلتين فرضا كانت هاي الكتلة اللي هون M1 والكتلة اللي هون M2 طيب النظام هذا كيف رح يتحرك هل M1 رح تنزلق وM2 تصعد للآلة وللعكس انه M1 رح تنزل للأسفل وM1 تصعد للآلة باعتمد على مقدار الكتل ففرضا انه كان عندي مقدار الكتل بشكل انه M1 نزلقت يعني M1 كانت تجاه حركتها زي هيك نزلقت نحو الأسفل وM1 صعدت نحو الأعلى المثال هذا هو عبارة عن نظام مكون من جسمين M1 رح تتسارع بتسارع نحو الأسفل لانه بدأ للنظام الحركة من السكون M2 رح تتسارع بتسارع نحو الأعلى بالإتجاه ولكن كون هم مرتبطين بخيط أو بحبل رابط بين M1 وM2 والحبل هذا ما بتمدد ولا بتقلص فمعناته مقدار الإزاحة اللي بتعملها M1 خلال زمن معين نفس مقدار الإزاحة اللي بتعملها M2 خلال نفس الزمن فبالتالي تسارع M1 هو نفسه تسارع M2 مطلوب مني إيجاد تسارع النظام اللي هو A كم مقداره واللي هو نفسه تسارع M1 هو نفسه تسارع M2 شو المعطيات معي بالمسألة معطيني مقدار الكتلة M1 ومعطيني مقدار الكتلة M2 ومعطيني مقدار الكتلة M2 ومعطيني الزاوية Theta طيب كيف أوجد التسارع أول إشي بأعمل تحليل القوى المؤثر على النظام أول إشي بأطلع عليه السطح اللي عندي أملس أو خشن؟ السطح أملس معناته ما في قوى احتكاك ذكر لي بسؤال أن السطح أملس ما في قوى احتكاك شو القوى المؤثر على الكتلتين؟ عندي M1 بتتأثر بالوزن نحو الأسفل اللي هي M1G وبالتالي زي ما تعلمنا قبل شوية على سطح مائل الكتلة M1 بتتحلل لمركبتين مركبة موازلة للمسار مركبة متعامدة مع المسار الموازلة للمسار اللي هي M1 جي ساين ثيتا المتعامدة اللي هي M1 جي كو ساين ثيتا وعندي كمان النورمل رد الفعل اللي بيأثر على M1 من السطح الموجود عليه عندي M2 كمان تتأثر بالوزن M2 جي نحو الأسفل وفي عندي الشد نحو الأعلى وأمون كمان في عليها الشد نحو الأعلى على السطح المائل هاي القوة اللي بتأثر على الكتل الموجودة عندي الكتلتين الموجودات عندي طيب باجي على الكتل الأولى أمون بعمل تحليل قوة عليها على summation F بتساوي M في طبعا انا بحكي summation Fx ساوي M في AX لأنه اعتبرت السطح المائل هو محور السينات فرضا شو في عندي قوة باتجاه الحركة حكينا كونه أمون رح تنزلق للأسفل مش للأعلى فرح يكون مين الموجب من القوة اللي هي أمون جي صين ثيتا لأنها باتجاه الحركة يعني في مثال آخر مثلا لو كان النظام أمون صاعدة للأعلى وأمتوه نازلة للأسفل يعني الجسم بصعد على السطح المائل للأعلى بكون الشد عندي موجب والأمون جي صين ثيتا سالبة ولكن هون لأنه أمون من زلقه نحو الأسفل فبصير عندي أمون جي صين ثيتا هي الموجبة والشد سالبة لأنه نأخذ القوة باتجاه الحركة موجبة واللي بعكسها سالبة فبنسبة للكتلة أمون رح يكون عندي أمون جي صين ثيتا ناقص الشد لأنه الشد معاكس لاتجاه الحركة هذا شو يساوي؟ يساوي أمون في التسارع في التسارع النظام طيب بالنسبة للكتلة أمتو أمتو شو رح يكون فيه عندي؟ عندي الشد اللي هو باتجاه الحركة لأنها أمتو صاعدة نحو الأعلى والتي نحو الأعلى باتجاه الحركة ناقص أمتو جي بساوي أمتو فيه بسا عندي مجهولين التسارع والشد وأنا مطلوب مني التسارع فبجمع المعادلتين عشان أخلص من الشد بتروح سالبتي معتي بجمع المعادلتين فبطلع معي التسارع بعد ما أجمعهم وأقسم على مجموعة الكتلتين بطلع عندي التسارع أمتو جي صاين ثيتا ناقص أمتو جي على أمتو زاد أمتو لاحظوا هاي الحالة التسارع طلع عندي مشابه شوي للكتلتين المعلقات على بكرة عموديا ولكن الكتلتين المعلقات على بكرة عموديا كان عندي أمون جي ناقص أمتو جي على مجموعة الكتلتين هون شو صار عندي أمون جي ساين ثيتا ناقص أمتو جي على مجموعة الكتلتين يعني مين اللي صار إضافة عندي اللي هو الساين ثيتا ليش؟ لأنه فيه كتلة من الكتلتين موجودة على سطح مال هيك بنوجد التسارع لهذا النظام اللي هو بيمثل تسارع الكتلة أمون أو تسارع الكتلة أمتو طيب بدي أوجد الشد شو بعمل؟ التسارع ها بأخذ قيمته بعد ما أوجدها وبعوضها إما بالمعادلة هاي أو بالمعادلة الثانية هون وبوجد بالتالي الشد كم مقداره واتجاهه محدد بالرسم طيب مثال أخير أو تطبيق أخير مهم على قوانين نيوتن في الحركة كان عندي سطح أملس تماما وعندي كتلتين هاي كتلة وكتلة أخرى ملاصقة إلها مختلفات بالمقدار عندي أمون وعندي أمتو بعدين جبنا قوة دفع فرضا دفعت الكتلة أمون بقوة أف هاي القوة أف أثرت فيها على الكتلة أمون هل هاي الأف رح تأثر على أمتو؟ لا ما رح تأثر عليها مباشرة ليش؟ لأنه هاي الأف رح تأثر على أمون وأمون بدورها رح تأثر على الكتلة أمتو بقوة معينة ما بعرف كم مقدارها كونه في عندي تلاصق تلامس بين الكتلتين الكتلتين متلامسات مش متلاصقات عفوا متلامسات أمون لما تأثر على أمتو شو رح تعمل أمتو؟ تأثر على أمون برد فعل ما هيك حكينا عن الأجسام المتلامسة إذا يأثر الجسم على الآخر وهو متلامس معه فالجسم الثاني رح يرد عليه برد فعل مساولة وبالمقدار معاكسة وبالاتجاه بالتالي الأف هاي الرئيسية رح تأثر على أمون أمتو رح تتأثر بقوة من أمون شو بدي أسميها بهذا الاتجاه؟ بسميها أف وان تو يعني القوة المؤثرة من واحد على اثنين بالتالي أمتو رح تعمل رد فعل على أمون لأن أمون أثرت على أمتو بأف وان تو بالتالي أمتو رح ترد فعل على أمون بقوة معاكسة اللي هي أف تو وان شو في عندي قوة أيضا مؤثرة على الكتل كون هم موجودين على سطح الأرض أو على سطح أفقي في قوت الوزن ورد الفعل هاي أمون جي نحو الأسفل وعليها رد فعل رد الفعل هو ما بسميه أن بسميه أن ون ليش؟ لأنه في عندي كتلتين النورمل رد الفعل للكتل الأولى بختلف عن النورمل لرد الفعل للكتل الثاني هون عندي أمتو جي وعندي هون أن تو طيب شو المعطيات معي بالمسألة؟ أعطاني مقدار أف كم؟ وأعطاني الكتلة أمون كم مقدارها؟ والكتلة أمتو كم مقدارها؟ بعد ما أعطاني مقاديرهم حكالي النظام تحرك طبعا وين رح يتحرك؟ باتجاه القوة المؤثرة يعني نحو اليمين تحرك النظام لديه تسارع ليش؟ لأنه في قوة مؤثرة كم مقدار التسارع اللي يكتسبه النظام؟ اللي هو نفسه تسارع أمون؟ هو نفسه تسارع أمتو ليش؟ لأنه متلامسات مدالهم متلامسات وظلوا متلامسات أثناء الحركة فمقدار الإزاحة اللي بتعملها أمون هي نفس المقدار الإزاحة اللي تعملها أمتو في نفس الزمن فبالتالي أريد نظام أو تسارع السيستم كيف أوجده؟ أطبق قوانين نيتم بالحركة أنا الحركة عندي أفقية فأطبق summation FX تساوي MX طيب رح أعمل لكل كتلة منهم معادلة للكتلة الأولى أمون لما أجل أطبق هاي شو في عندي قوة باتجاه الحركة باتجاه الحركة بتأثر الأف بشيل الاتجاه تبعها لأنه خلاص مهي محددة باتجاه محور الصينات المجب بتأثر الأف شو بيأثر كمان على أمون؟ بيأثر القوة أفتو ون أفتو ون اللي هي مين؟ رد الفعل من أمتو على أمون باتجاه معاكس للحركة فبعطيها أشارة سالم أفتو ون بتساوي أمون فيه بسا بالنسبة للكتلة الثانية أمتو شو بيأثر؟ أمتو بتتأثر فقط في بأف ون تو شو هي أف ون تو؟ اللي هي القوة المؤثرة من الكتلة الأولى على الكتلة الثانية فعندي أف ون تو وما في أي قوة أخرى بتأثر على أمتو هاي شو بتساوي الكتلة أمتو في التسارع اللي هو التسارع النظام أنا بدي أوجد التسارع حتى أوجد التسارع لدي الأف ون تو ون مجهولات بالنسبة إلي مقدارهم فشو بعمل بجمع المعادلتين عشان أخلص منه في مجمع المعادلتين سالب أف ون تروح مع أف ون تو يعني حاصل جمعهم ساوي زير وليش؟ لأنه تعلمنا سابقا من الفعل ورد الفعل للجسمين المتلامسات أنه دائما أف ون تو تساوي أف ون بالمقدار وبتعاكسها بالإتجاه فعشان أكتب متجهين متساويين بالمقدار ومتعاكسها بالإتجاه شو بعمل بأكتبهم زي هيك بشكل متجهات وبعطي إشارة سالب لأي وحدة فيهم هذا شو يعني هذا الكلام هون داخل المربع اللي هم أف ون تو وأف تو ون متساويات في المقدار متعاكسات في الاتجاه فحاصل جمع المعادلتين هون بتروح أف تو ون مع أف ون تو لأنه واحدة سالب واحدة موجبة وكونوا مقدارهم نفسه فبصف عندي أف بتساوي أم ون زاد أم تو فيه فبالتالي تسارع النظام واللي هو نفسه تسارع أي كتلة منهم اللي هي أم ون أو أم تو بساوي أف مقسومة على مجموعة الكتلتين أم ون زاد أم تو هذا هو تسارع النظام إذا طلب فرضا مني كم النورمال أم ون بساوي على الطول النورمال أم ون بساوي أم ون جي ليش؟ لأن الجسم ما بتحرك عموديا ما بتحرك عموديا معناته التسارع العمودي زيرو لما طبق قانون نيوتن الثاني على المحور الصادي باطيني أم ون سوى أم ون جي النورمال الثاني بساوي أم ون جي هذا التطبيق ومثال آخر على جسمين متلامسات بتحركوا على سطح أملس بتأثر قوة على كتلة منهم فهيك بوجد تسارع النظام أو السيستم اللي موجود عنا نكمل في حال وجود الاحتكاك في التطبيقات الأخرى وبندرس الاحتكاك في قوانين نيوتن الآن بدنا ندرس الجزء الثاني من الفصل الخامس وهو وجود الاحتكاك الاحتكاك اللي هي الفريكشن فورسس قوة الاحتكاك بتنشع عنا بسبب السطح اللي بتحرك عليه الجسم وبسبب أيضا السطح السفلي للجسم اللي بتحرك على هذا السطح يعني إذا كان عندي السطح مش أملس خشن خشن بمعنى فيه نتوءات نتوءات ظاهرة ممكن تكون ظاهرة بالعين أو مش بالعين لكن فيه خشونة بالسطح الجسم موجود عندي على هذا السطح نتيجة وجود هاي الخشونة أو النتوءات بتكون الجسم أيضا متداخله نتوءاته مع السطح اللي بده يتحرك عليه بالتالي بكون في عندي قوة احتكاك بتأثر على هذا الجسم إذا تحرك هذا الجسم على هذا السطح عندي نوعين من الاحتكاك عندي احتكاك سكوني واحتكاك حركي الاحتكاك السكوني بكون لما الجسم يكون ساكن مش بحالة حركة على السطح سطح أوفقي أو سطح مائل مثلا عندي سطح مائل زي هيك وخشن وفي عندي جسم موجود على هذا السطح السطح السفلي للجسم برضو فيه نتوءات ملاحظون انه مثلا بهاي الحالة الثانية انه الجسم مع انه سطح مائل بزاوية ثيتا ولكن مركبة الوزن الموازية لاتجاه المسار اللي هي ممكن تكون غير كافية لتحريك الجسم بسبب قوة الاحتكاك اللي بين الجسم وبين السطح فبالحالها هيبظل الجسم ساكن مكانه مع انه في قوة مؤثرة عليها بدها تعمل على تحريكه اللي هي ولكن هاي الامجي ساين ثيتا مش كافية للتغلب على قوة الاحتكاك فبيظل الجسم ساكن حالة هاي الثانية بكون عندي الاحتكاك سكوني الاحتكاك اللي ناشر قوة احتكاك سكوني الحالة الاولى فرضا هذا الجسم بدي اعمله على تحريكه طيب عشان اعمل على تحريكه شو بعمل بأثر عليه بقوة اما قوة دفع بهذا الاتجاه او قوة سحب يعني بربط الجسم بخير زي هي وبأثر عليه بقوة شد او سحب بهذا الاتجاه بغض النظر كانت قوة دفع او قوة شد المؤثر على الجسم كونه على سطح خشن فراح يكون في عندي قوة احتكاك طيب اجي تأثرت انا ربطت بهذا الجسم خيط معين مثلا اثرت بقوة بهذا الاتجاه اثرت بقوة اف مثلا مقدارها واحد نيوتن لاحظت انه الجسم ما تحرك ليش؟ لانه اول ما ااثر انا عليه بالواحد نيوتن رح تنشأ قوة احتكاك مؤثرة على الجسم باتجاه معاكس لاتجاه الحركة بسبب وجوده على السطح الخشن بعطيها الرمز اف سمول عشان اميزها انها قوة احتكاك وليس قوة مؤثرة على الجسم هاي القوة الاحتكاك اللي بتنشأ رح يكون مقدارها ايضا واحد نيوتن ليش؟ لان رح تكون واحد نيوتن عشان تكون مساوي للقوة المؤثرة بالمقدار ومعاكس لها بالاتجاه فيظل الجسم ساكن فروح شو بعمل انا برفع القوة لاثنين نيوتن بزيدها فبتروح قوة الاحتكاك بتصير اثنين نيوتن بظل ازيدها ثلاث اربعة الى اخرى فرضا عند قوة خمس نيوتن بلش الجسم يتحرك فاذا تحرك عند خمس نيوتن بتكون قوة الاحتكاك السكوني العظمى تساوي خمس نيوتن فخلص هاي قوة الاحتكاك السكوني العظمى اللي عندها بلش الجسم يتحرك اللي هي مقدارها خمس نيوتن بس الجسم صار بحالة حركة رح يتحرك الجسم وعشان يستمر بالحركة على سطح الخشل لازم اظل مؤثر عليه بنفس القوة اللي هي عملت على تحريك واللي مقدارها كم حكينا ووصلنا لخمس نيوتن بتظل الاحتكاك موجود بينه وبين السطح اللي بتحرك عليه ولكن قوة الاحتكاك هاي اللي بتظل موجودة بصير اسمها بدل ما هي قوة احتكاك سكوني قوة احتكاك حركي السكوني منها رطي الرمز S Static Static يعني ساكن الحركة بنغطي الرمز K Kainetic Kainetic يعني حركة الافكاة رح نلاحظ انها ما بتساوي خمس نيوتن رح تكون قريبة من الخمس نيوتن استمرارية التحريك يعني مثلا باجي بدي احرك هذا للسطح والصندوق الموجود على سطح مثلا عندي عسبيل مثال طاولة بدي احركها على سطح في خشونة بهذا الاتجاه بعطيها قوة دفع بأثر عليها بميت نيوتن تحركت بهذا الاتجاه بعد ما تبلش الحركة رح تلاحظوا انه بتطلب مني قوة اقل حتى احافظ على استمرارية الحركة يعني ممكن تصير تحتاج مني على سبيل مثال تسعين نيوتن حسب طبعا خشونة السطح اللي بتتحرك عليه فدائما لنفس الجسم ولنفس السطح دائما قوة الاحتكاك الحركي FK بتكون اقل من قوة الاحتكاك السكوني مع اني انا بحكي عن نفس الجسم وعن نفس السطح بمعنى ان القوة اللازمة لتحريك الجسم من السكون على السطح الخشن بتكون اقل من القوة اللازمة لستمرارية الحركة ذلك بسبب ايش انه قوة الاحتكاك السكوني بتكون دائما اكبر من قوة الاحتكاك الحركي طيب بالتالي صار عندنا لقوة الاحتكاك مفهومين احتكاك سكوني افاس واحتكاك حركي طيب هذول كيف بنوجدهم اي جسم موجود على سطح خشن والجسم ايضا ممكن يكون خشن سطح السفلي بكون في احتكاك لهذا السطح لهذا الجسم هذا الاحتكاك ام كان سكوني او حركي ام كان الجسم ساكن او بحالة حركة هذا الاحتكاك يساوي معامل الاحتكاك من يععمل以 النرمال финال تعريفه البقاء業 اللي هو رد الفعل طبعا بحالة الاحتكاك السكونية ويكون المعامل للاحتكاك اسمه ميو اس في الاحتكاك الحركي معامل الاحتكاك بتكون اسمه ميو كي او رمزه ميو كي الميو اس والميو كي ما الهم واحدة لانه هون عندي نيوتون والنورمال كمان وحدتها نيوتن فالميو بيكون بلا وحدة ودائما الميو أس الستاتيك بيكون أكبر من معامل احتكاك الحركي معامل احتكاك السكوني بيكون أكبر من معامل احتكاك الحركي طيب النورمال إذا كان الجسم على سطح أفقي فالنورمال عرفنا أنه دائما النورمال شو بيساوي هاي النورمال وهي أم جي لما يكون الجسم على سطح أفقي النورمال بيكون بيساوي أم جي قですかعلا لما في قوات أخرى مؤثرة إذا كان الجسم على السطح مائل فهيكون عندي إذا ما في قوة أخرى مؤثرة يكون عندي normal وهون يوجد عندي mg cosine theta فعلى سطح مائل يكون normal بساوي mg cosine theta طبعا إذا ما في قوة أخرى مؤثرة على هذا الجسم فبيعتمد على شكل الجسم على السطح اللي بتحرك عليه. اللي بهمنا احنا انه حاليا انه عنا قوتين احتكاك لأي جسم سكوني اذا كان الجسم ساكن بعد ما يتحرك الجسم بتغير الاحتكاك السكوني لشكل احتكاك حركي افكيل هو بساوي ميو كي في النورمال ان. طيب. فرضا كان عندي مثال انه انا عندي جسم موجود على سطح خشم. سطح الخشم بنرسمه زي هيك على شكل النتوءات. لما يكون الجسم ساكن على السطح الخشم تكون النتوءات هاي متداخلة بين السطح والجسم اللي موجود عليه. لما يستمر الجسم بالحركة على هذا السطح. بصير مش متداخلة تماما زي كأنه الجسم بيقفز على رؤوس النتوءات هاي. فعشان هيك بكون الاحتكاك اقل. هذا الجسم له كتلة. انا مثلا بتسوي اثنين كيلو جرام على سبيل المثال. اجي تأثرت عليه بقوة. اثرت عليه بقوة اربعين نيوتن. وكانت هاي القوة اربعين نيوتن كافية لتحريك الجسم. يعني الجسم صار بحالة حركة بهذا الاتجاه. وله تسارع اكتسبه. طالما باثر عليه بالاربعين نيوتن فيه تسارع ا. حكا لي انه معامل الاحتكاك الحركي لهذا السطح ميو كي بساوي نص. فاوجد التسارع ا كم بساوي. ماذا بعمل؟ اطبق قوانين نيوتن في الحركة الافقية. ساميشن اف اكس تساوي ام. شو عندي قوة بتأثر على الجسم. عندي الاربعين نيوتن نحو اليمين. عندي الوزن. للاسفل. عندي النورمال الاعلى. وعندي قوة الاحتكاك الناشئة بين السطح والجسم. وكون الجسم بحالة حركة. فهي قوة احتكاك حركي. اف كي. طيب. نيجي على معادلة قانونية الثاني بالحركة. نشوف شو القوة. شو القوة الباتجاه الحركة عندي الاف باتجاه الحركة اللي هي الاربعين نيوتن. شو عندي عكس اتجاه الحركة ناقص اف كي. قوة الاحتكاك الحركة. هاي شو بتساوي؟ بتساوي كتلة الجسم في التسارع اللي هو المطلوب مني. طيب. الاف ناقص. الاف كي. شو حكينا بتساوي؟ اللي هي معاملة الاحتكاك الحركة. مضروب في النورمال. ويساوي ام ا. فبتحللها كمان. اف ناقص. ميو كي. النورمال شو يساوي؟ بحالة الجسم انه كان على سطح افقي. النورمال بساوي ام جي. فبصير ام ميو كي في ام جي بتساوي ام في. الان منعوض بالارقام الان. عندي اربعين. ناقص ميو كي اللي هو نص. مضروب. في وزء في كتلة الجسم اللي هي اثنين كيلو جرام. في التسارع الجذب الارضي على فرض انه اخذنا عشرة. بساوي كتلة الجسم اللي هي اثنين في اي. عندي نصف اثنين واحد في عشرة. عشرة. اربعين ناقص عشرة اللي هي ثلاثين. بتساوي تو اي. ومنه التسارع راح يساوي ثلاثين اثنين و ساوي خمستاشر متر. لكل سكن تربية. هذا التسارع عن الكتلة. او الجسم الموجود عندي المتأثر بقوة اربعين نيوتن. في حال وجوده على سطح خشن. له معامل احتكاك حركي بساوي نص. نأخذ مثال او تطبيق اخر. اه على اه حالة الاحتكاك اذا كان عندي جسم موجود على سطح مائل. عندي مثلا. سطح مائل خشن. وكتلة. موجودة هون. الكتلة هاي ام. والسطح مائل بزاوية ثيتا. قبل ما يكون في عنا احتكاك درسنا هاي الحالة. شو كان التسارع عنا بساوي اي كان يساوي جي في صاين ثيتا. اذا بتذكروا في الامثل السابقة. هاي في حال عدم موجود احتكاك. طيب. اصار عندي السطح في احتكاك. في احتكاك عندي. وبدي اوجد انا اه كم مقدار الزاوية ثيتا. فرضا مش بدي اوجد تسارع. بدي اوجد كم مقدار الزاوية ثيتا اللي لازم اميل فيها السطح حتى يبدأ الجسم بالحركة. يبدأ الجسم اه الحركة شو معناها? انه بتصير القوة المحركة اله مساوية لقوة الاحتكاك المؤثرة عليه. طيب. هو بده يبدأ بالحركة. ما تحرك. مش استمرارية حركة. بده يبدأ بالحركة. معناته القوة اللي بتأثر عليه اللي هي بهذا الاتجاه اللي هي تحليل الام جي. الام جي للأسفل حللناه لهون ام جي صاين ثيتا. لما تصير الام جي صين ثيتا مساوية لقوة الاحتكاك السكوني Fs فببدأ الجسم بالحركة يعني زاوية ثيتا هاي اللي بيميل فيها السطح فرضاً كانت 0 وأنا بدي الجسم يتحرك على هذا السطح الخشن شو بعمل؟ بصير أرفع ميلان السطح أزيد بالزاوية درجتين 4 درجات 6 درجات 8 درجات عند زاوية معينة بلش الجسم بالانزلاق مدام بلش الجسم بالانزلاق معناته ايش تغلبت mg sin ثيتا على الأفأس أو على الأقل صارت مساوية لها عند لحظة معينة مساوية لها عند لحظة معينة ببدأ الجسم بالانزلاق أو بتحرك بسرعة قليلة جداً وبتسارع 0 ليش؟ لأن السرعة القليلة جداً هي بتكون ثابتة فعند هاي اللحظة راح تكون عندي mg sin ثيتا بتساوي الأفأس طيب كيف بوجد الزاوية ثيتا اللي عندها ببدأ الجسم بالانزلاق بحل القوة عندي هون mg cos ثيتا وعندي normal وعندي mg sin ثيتا وعندي قوة الاحتكاك السكوني لأن الجسم على وشك الحركة بطبق قانون يوتين الثانية summation F بتساوي M في طيب كونه بده يبدأ بالحركة اتجاه الحركة ورح يكون زلاق نحو الأسفل يعني هم محور الأفق الموجب فباخذ mg sin ثيتا هي الموجبة ناقص قوة الاحتكاك السكوني F S هذا شو رح يساوي رح يساوي كتلة الجسم أم في تسارعه طيب تسارع الجسم كوني بحكي أنا إنه هو ساكن وعلى وشك الانزلاق أو ممكن ينزلق بسرعة قليلة ثابتة ثابتة شو؟ يعني تسارعها 0 فبالحالتين إنه كان على وشك الانزلاق أو بدأ الانزلاق بسرعة قليلة ثابتة فبالحالتين بكون التسارع بساوي 0 فكون التسارع 0 فبصفي مع mg sin ثيتا بتساوي F S قوة الاحتكاك السكوني قوة الاحتكاك السكوني شو بتساوي؟ بتساوي M U S في النورمل والنورمل شو بتساوي؟ بحالة جسم موجود على سطح مائل النورمل بساوي M G كوسين ثيتا فبصير عندي M G sin ثيتا بتساوي M U S M G cos ثيتا بتختصر M G مع M G فبصفي مع M U S بساوي sin ثيتا على كوسين ثيتا واللي هي tan ثيتا ظل الزاوية ثيتا طيب أنا بدي أصلا شو الزاوية؟ اللي عندها ببدأ الجسم بالانزلاق ثيتا بتساوي tan inverse M U S طبعا الزاوية اللي بيبدأ الجسم عندها بالانزلاق هي مقدار هاي شو يساوي اللي هي الزاوية اللي ظلها يساوي مقدار M U S هاي هي الزاوية ثيتا فثيتا بساوي tan inverse لم U S معامل احتكاك السكوني بساوي ظل الزاوية ثيتا اللي عندها ببدأ الجسم بالانزلاق هالتطبيق أو مثال على قوانين نيوتن في الحركة في حال وجود احتكاك عندنا التطبيق أو المثال الأخير هو مهم جدا وانتبهوا لهذا المثال انه اذا كان في عندي انا سطح افقي زي طاولة مثلا وفي موجود عندي كتلة هنا على هذا السطح والسطح خشن بمعنى انه في عندي احتكاك وهاي القتلة معلقة من خلال بكرة بكتلة اخرى بواسطة حبل الكتلة الموجودة على السطح الأفقي M1 الكتلة الموجودة هون M2 عندي أيضا قوة مؤثرة على هذا الجسم بتميل عن الأفق بالزاوية معينة هاي القوة F الزاوية اللي بتميل فيها هي الزاوية ثيتا فرضا بحكي لي انه اثرت بهذه القوة F على الكتلة M1 وتحرك النظام تحت أثير هاي القوة كيف تحرك النظام يعني احكا تحركته زي هي M1 تحركت نحو اليمين وأمتو صادت نحو الأعلى المعطيات اللي اعطاني ايها M1 اعطاني قيمتها M2 قيمتها F كم مقدارها اعطاني القوة المؤثرة اللي اثرت فيها على M1 والزاوية ثيتا كمان اعطاني اعطاني معامل الاحتكاك الحركة بين السطح وبين الجسم اللي بتحرك عليه طلب مني تفرضان انه كم تسارع النظام طيب شو بدي اعمل اول اشي بأعمل تحليل للقوة نيجي على M2 M2 شو بيأثر عليها بيأثر عليها الوزن اللي هو M2 جي للأسفل في الشد للأعلى عندي اموان شو بيأثر عليها بيأثر عليها الشد نحو اليسار وعندي القوة F بتتحلل لمركبتين مركبة افقية اللي هي F cosin theta ومركبة عمودية اللي هي F sin theta شو عندي كمان عندي M1 G نحو الاسفل وعندي كمان normal نحو الاعلى normal الناتج من الاموان لاحظوا هون لما كانت عندي في زاوية بين القوة وبين المحور الافقي بين القوة هاي وبين المحور الافقي لما صار في زاوية theta ما صف عندي normal لحاله على المحور الصادي لا صار في normal وفي كمان مركبة اللي هي من F sin theta من F طيب بدي اوجد التسارق بعمل للمعادلة للجسم الاول معادلة M1 واخذ المحور الافقي summation F AX بتساوي M AX طيب شو القوة المؤثرة على الكتلة M1 باتجاه الحركة عندي F cos theta كونه حركته نحو اليمين طيب عكس اتجاه الحركة M1 طيب هاي اللي ايش بحللها كمان ل F cos theta ناقص الشد ناقص F K اللي هي Mu K في النورمل وتساوي M1 A طيب النورمل عندي شو يساوي النورمل حتى اوجده عندي اعمل تحليل على محور الصادات او تطبيق غير قانون الثاني على محور الصادات F Y بتساوي M E هاي طبعا كله ل M1 عندي على محور الصادات شو عندي قوة على المحور الموجب كونه بحالة حركة M1 على محور الصادات وبالتالي باخذ القوة الموجب على المحور الموجب عندي المحور الموجب عندي النورمل وعندي كمان زاد F sin theta شو عندي قوة معاكس على محور صاد سالب ناقص M1 G تسارع الصاد إلى M1 يساوي 0 لأن الجسم M1 لا يتحرك عموديا فبالتالي يظهر من عندي النورمل شو يساوي M1 G ناقص F sin theta هاي النورمل باجي بعوضها وين بالعلاقة اللي هون فبتصير معي F cos theta ناقص t ناقص mu k مضروبة في النورمال النورمال اللي هو M1 G ناقص F sin theta هاي شو تساوي M1 A طيب هاي المعادلة الأولى ليش أولى لأنه أنا بدي التسارع ولكن في عندي مجهول من الشد الشد عشان أخلص منه بدي معادلة أخرى لمن بأخذ المعادلة الثانية ل الكتلة الثانية الموجودة هون بطبق عليها قانون الثانية عموديا شو راح يكون عندي باتجاه الحركة الشد ناقص M2 G بعكس اتجاه الحركة فرح يكون عندي للكتلة M2 بطبق قانون الثانية عموديا مثلا F M A Y راح يكون T ناقص M2 G بساوي M في A اللي هو تسارع M2 بجمع المعادلتين واحد زاد اثنين فعندي هون شد موجب وعندي هون شد سالب بروح مع بعض فبصف عندي F كوساين ثيتا ناقص ميو كي مضروبة في M1 G ناقص F صاين ثيتا اللي هي هاي النورمال كانت ناقص M2 G اللي من هون ها كل شو يساوي M1 زاد M2 مضروبة في فبالتالي العلاقة النهاية اللي بنحصل عليها لما نوجد التسارع التسارع لهذا النظام اللي هو تسارع M1 أو تسارع M2 هو نفسه التسارع لهذا النظام يساوي F كوساين ثيتا ناقص ميو كي M1 G ناقص F صاين ثيتا ناقص M2 G كله مقسوم على M1 زاد M2 فهذا هو تسارع النظام للمثال اللي موجود عندي انتبهوا لأنه F لما تكون في زاوية بينها وبين المحور الأفقي فبكون في إلها مركبة مع النورمل فما بكون النورمل يساوي M1 G بالحال هاي لا بكون النورمل زايد F سين ثيتا الثنتين بساوي M G فنتبهوا لما تكون القوة أفقية أو في بينها وبين المحور الأفقي زاوي هذا المثال الأخير والتطبيق الأخير اللي بدنا نتعلم على الجزء الثاني من الفصل الخامس اللي هو قوانين يتم الحركة في حال وجود الاحتكاك يعطي كل عافية